أكو حشاية إذا الظلبية تكتني في كل مرة أنا أقولها هالمرة على وزارة الصناعة والسيد وزير الصناعة أن يستمع لما أقوله من خلال هذا البرنامج معالي الوزير عندك مدير عام بوزارة الصناعة موجود في أهم وأخطر دائرة بالوزارة هذا الوليد الله يكتب سلامة المدير العام يداوم ثلاثة أيام بالوزارة وثلاثة يام يروح الأهلة بسامرة يمرته يموا ليداته هذا الولد معالي المدير العام ما يوقع أي معاملة إذا ما يستلم المالات أي يحطهم بالجرارات والما يوقع ينتظر له يرقع راسه بالحيط ومعاملات لشركات عالمية مهمة بالآلاف موجودة فوتت على العراق فرص بعشرات الملايين من الدولارات لأن لو تطيه تسلم لو ما تطيه تنتظر فرجاء شوفونا فيلم هذا الولد اللي ولياد شبيه وياه اللي بظهره وما يصير العراق يرتهن أو وزارة ترتهن بهذا وذاك خاف الولد يدري احنا ما ندري لا يدري وإذا ما راح يسوي لك الحل أو ما راح يتخذون إجراء هنا راح نسول فيلم